شايفين أو شايف حضرتك هذا الإنجاز إزاي؟ الحقيقة نتيجة كويسة جداً جداً يعني لو تكلمنا على لو النتيجة مثلاً بالمقارنة بالدورة اللي فاتت دورة تراجونا السابقة إحنا حققنا عدد من إجمالي عدد من إجمالي أكبر لكن الدهب طبعاً يمكن أقل لأن في تراجونا كنا محققين 18 دهب وكنا محققين المركز الخامس المركز الخامس طبعاً المرة دي صعب جداً إحنا دلوقتي النهاردة على فكرة إحنا في المركز السادس بيننا وبين أسبانيا ميدالي أعتقد أنه هو دلوقتي كمان بقى فرق لأن قبل ما نطلع الهوى بشوية كانش لسه السلاح تلعب وأسبانيا كان عندها كذا حد بيلعب في السلاح فممكن يكون حقق الدهب ممكن يكون ميداليتين دهب كمان خلينا حتى نقول المركز السادس المركز السادس مركز جيد جداً لمصر طبعاً الدول اللي سابقنا خلينا نقولها إيطاليا في المركز الأول عندها 44 ذهبية طبعاً فارق كبير جداً تركيا في المركز الثاني عندها 42 ذهبية فرنسا تالت 21 ذهبية والجزائر الرابع 20 ذهبية الدولة الوحيدة اللي سبقتنا هي الجزائر الدولة اللي أخدت مكاننا وبشكل عام في الجدول ده بالمقارنة قبل كده هي دي نفس الدول اللي كانت سابقنا قبل كده باستثناء الجزائر إحنا كنا خامس نزلنا سادس لأن الجزائر تلعت فوق الجزائر طبعاً استفادت بالنهاية بتلعب على أرضها ووسط جمهورها أحياناً بيبقى فيه التحكيم برضو ليه دور شوية خصوصاً في الألعاب زي الكاراتي مثلاً زي الألعاب اللي فيها جنباز بيبقى فيه مجملات يعني؟ مش مجملات قوي لكن يعني لازم التحكيم تلعب مع صاحب الأرض خصوصاً في الألعاب اللي فيها التحكيم مش بس ده مش كويس؟ بس ده طبيعي يعني دي حاجة طبيعية بتحصل خصوصاً في الدورات الدورات المجمعة الكبيرة زي دي دورة اللي فيها كذا لعبة وخصوصاً في الألعاب يعني فيه الألعاب التحكيم ليه دور كبير فيها زي الملاكمة بالضبط الملاكمة والكاراتي التحكيم بيبقى فيه دي دور كبير الحقيقة وهم أساساً اللعبتين دول عندهم مشاكل تحكيم بشكل في العالم كله